تتوصل اليوم عبر تقنية تحضر المرء عن بعد شغال دورة السبعة والثلاثين لمؤتمر الإسكان العربية السادس حول سياسات وستراتيجية تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها بمشاركة وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري الذي أكد أن الجزائر من خلال اعتماد سياسات مبنية على تنويع العرض في مجال السكن يتناسب مع مختلف شرائح المجتمعي وأن الإعانات المالية التي قدمت للمواطنين لإعادة تأهيل سكناتهم الهشة الموجودة ضمن نسيج عمراني منظم إضافة إلى الإعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في المناطق الضيفية قد ساهمت في الحد من انتشار البناء العشوائي في المدن وتوطين سكان الضيف في مناطقهم الأصلية ومن خلال البرنامج المستطل الخماس الحالي 2020-2024 تم رصد برامج جديدة قوامها 400 ألف إعانة للبناء الذاتي في إطار السكن الريفي 250 ألف إعانة للبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية و200 ألف سكن عمومي إيجاري يخصص جزء منه للقضاء على العشوائيات الباقية